إذن مشاهدين الكرام من دعم هذه الفنون وكذلك دعم الطاقات في إمارة الشرقة والإبداع والتنوع في المحتوى المراه اليوم ننتقل معكم الآن إلى أحد تقريبنا التالية وتتنوع الكائنات الحية في مدينة كلبا واليوم سنتعرف من خلال فقرة الطبيعة الشرقية على إحدى الكائنات الحية التي يحضنها مركز الحفي لصون البيئة الجبلية لما يتمتع به من مقومات بيئية مناسبة لتكاثرة ننتبه معكم هذا التقرير لنا عودة حياكم الله متابعين في مركز الحفي لصون البيئة الجبلية معكم مرشدة أول نوف محمد الدرمكي راح نستكمل فقرتنا لتعرف على نواع أخرى من الحيوانات منها الطيور وكذلك الثديات خلكم معنا موسيقى 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 وفي الختام تعرفنا على نوع آخر من الحيوانات في مركز لحفيصون البيئة الجبلية وهو الغزاء الجبلي نستكمل فقراتنا في المراهن القادمة لتعرف على أنواع أخرى من الحيوانات خلكم معنا إذن مشاهدين كرام من هذا التقرير والطبيعة المميزة في المنطقة الشرقية وتحديدا في مدينة كلبع تعد المنطقة الشرقية بمعالمها الطبيعية بيئة ملائمة لمن يهوى رياضة المسير الجبلي اللي اشتهر بها أبناء المنطقة الشرقية لما توفر لهم من مسارات جبلية متنوعة اليوم ضيفنا يعد واحد من عشاق الطبيعة وجمالها واستغل رياضة المسير الجبلي لاستكشاف الطبيعة الساحرة في المنطقة واليوم إن شاء الله من خلال فقرتنا التالية سنتعرف على مغامراته ورحلاته نرحب معاكم بالمغامر محمد عبد الله من أهالي مدينة كلبع حياك الله ويانا حياك الله أخوي الله يبارك فيك سلام يا مرحب بداية أنا حاب أشكر أول شيء طبعا أشكر حضرتك طبعا على اللقاء هالجميل وأشكر الطاقم الموجود في تلفزوني الشرقية بكلبة أشكرهم جزيل الشكر على استضافتي وإن شاء الله ما نقصروا إياكم في المعلومة هذا واجب وما شاء الله عليك من أبناء المنطقة الشرقية اللي يتميزوا في هذه الرياضة بداية نتعرف على بدايتك مع هذه الهواية والله يشوف أنا يعني يمكن أنا بدايت متأخر شوي الرياضة هذه لكن الحمد لله أنها تأتي خيرا من أن لا تأتي نهائيا رياضة جميلة جدا رياضة ممتعة رياضة أنا يعني ما توقعت أني رح أستمر معهم كبداية يعني ما توقعت أني رح أستمر الحمد لله رب العالمين عجبتني الفكرة وعجبتني الخوض في هذه التجربة الحمد لله رب العالمين الاستمرارية الاستمرارية طبعا صحيح أنها شوي متعبة كبداية لكن لما تصير مسار مسارين ثلاث أربع لا لا أشياء ثانية يعني ما تختل على بالك يعني من حلاوة المساري من روعة الأماكن اللي تزورها اشي ممتاز جميل جدا يعني فعلا طيب كيف ساهمت طبيعة المنطقة الشرقية في استقطاب مثل هذه الرياضات للمنطقة واستقطاب كذلك هوات الرياضات للمنطقة أنا بقول لك شيء يمكن البعض أو يمكن الأغلب الناس يشاركني في الموضوع هذا موضوع كورونا اللي صار هذا يعني يقال لعل هذا الشر فيه خير سبحان الله هذا كورونا برز معالم بلدي صحيح احنا من زمان أنا حين تقريبا قديت الخمسين سنة ما كنت أعرف بعض المعالم في الإمارات الإمارات جميلة يا جماعة الخير أنا هاي دعوة مني للجماعة اللي ما مارسوا الرياضة هاي بلادنا حلوة جميلة جدا فيها أشياء كثيرة احنا متغافلين عنها أو أنا أكاد ما نعرفها أنا أكاد أجزم أن بعض الشباب في دولة الإمارات ما يعرف كلبه شو صحيح ما يعرف خورفك كان شو فيها تعال جرب عيش عيش المتعة عيش اللحظة عيش الجو هذا رح تعرف تستمتع جماليات المنطقة تستمتع بجمالية الطبيعة عندك شو فيها شو الناس كيف كانوا قبل كيف كانوا عايشين وين كانوا يناموا وين كانوا يعيشوا وكيف كان مصدر رزقهم فعلا اليوم نشوف مدينة كلبه مدينة خورفك كان مدينة دبل حصن منطقة شيس منطقة نحو منطقة ودي حلو ما شاء الله تتميز بهذه المعالم التراثية المعالم الطبيعية المتميزة اللي اليوم نشوفها فما شاء الله هناك فرصة كذلك لاستقطاب الزوار لهذه الأماكن للاستمتع بهذه الأماكن صاحب السمو حاكم الشرقة يعني كان اهتماما كبير وواضح وما زال كذلك هذا الاهتمام بالطبيعة بوجود هذه الطبيعة المتميزة وكذلك وجود المسارات الجبلية لخدمة يعني المغامرين وهوات هذه الرياضات نعم صحيح أنا أول شي يعني بداية أحب أشكر الصاحب السمو شويق الدكتور سلطان بن محمد الخاصمي على يعني ما شاء الله تبني هذه المشاريع الجبارة في إمارة الشرقة وبالتحديد مدينة كلبة ومدينة خرفكان ومدينة الدباء المناطق المجاورة الموجودة فيها من إنشاءات ومباني ويعني صراحة أنا أشكره جزيل الشكر وأقول الله يحفظك يا صاحب السمو والله يطوله بعمرك ويحسن عملك إن شاء الله شكرا جزيلا من القلب صراحة أبرست معالم مدنة بدو الزوار الحمد لله رب العالمين يعني يأتون بكثرة والدليل مدينة خرفكان حين حاليا لأن جميع تقريبا المشروعات اللي كانت موجودة انجزت صحيح وبالتالي صار لعدنا ما شاء الله الاكتضاء بالسكان والاستقطاب الجماهيري ما شاء الله وانتروحكم شايفين يعني الزحمة اللي توجد عندنا خاصة في نهاية الأسبوع فعلا صحيح نعم هذه المشاريع فعلا ساعدت في استقطاب الزوار للمنطقة كذلك الرياضيين اليوم أصبحت هناك مسابقات للمسير الجبلي نستاذ محمد يعني نرى اليوم هذه المسابقات نرى اليوم هذه الرياضات تنتشر في المنطقة الشرقية أهمية وجود مسابقات خاصة بالمسير الجبلي تشجيع هذا الرياضة والله يشوف أنا أنصح اللي ما سار لا يفوتها هاي فرصة عمره يعني أنا ما كنت أمارس الرياضة هاي سابقا أنا رياضي نعم صحيح رياضي من يعني من الرياضيين السابقين كنت لعب يعني لعب كرة قبل وفريق الطايرة في نادي كلبة سابقا ولازلت مستمر في محافظتي على اليقتي البدنية الحمد لله الحمد لله صارت تشجيع عندي من بنتي يعني هي كانت السبب أنت ممكن تستغرب أني أقولك أنا بنتي لأننا كنت عندنا القنصر النسائي شوية يعني ما معطي حق زيادة عنه لازم لكن هي كانت السبب التحقت فيهم في مسير الجبلي اللي كان فيه منطقة الرابي جبل الرابي من أروع الأماكن صراحة جبل الرابي جميل جداً الحين طبعاً طور زيادة أكثر عن قبل فعلاً وكنت يعني صراحة مستغرب أنا كنت يعني في المسار هذا مستغرب وكنت يعني مندهش بلادنا كذا وإحنا نصير برع نسافر برع كيف يعني أنا أشجعهم صراحة اللي يعني اللي ما صار قبل أنا أتمنى أنهم يتواجدوا بكثرة صحيح أن حين صراحة ما شاء الله الفرق صارت أعدادها كبيرة نعم صحيح قبل كان الفريق يعني ممكن يعني على عدد الأصابع خمس ست فرق الحين ما شاء الله أكثر من عشرين ثلاثين فريق صحيح ما شاء الله وكلهم يعني صراحة قائمين بواجبهم على أكمل وجه إذا هم الله خير ما مقصرين أنا صرت كذا فريقي يعني الحمد لله لكن الأخير صار عندي استقراري في فريق الأي تي سي الأدفانشر اللي هو فريق المغامرات التحديات بقيادة الأخ خالد السويدي نعم ومجموعة كبيرة من الأعضاء الموجودين وضافونيهم للعضوية يعني ما شاء الله الحمد لله طيب يعني كما ذكرت أن التحقت في الرياضة هذه بوقت متأخر مثل ما نقول لكن ماذا أضفت لك هذه الرياضة في هذا الوقت التي التحقت فيه كيف شفت التغيير في هذه الرياضة والله شفت التغيير أول شيء في نفسي كبداية يعني معنوياتك صارت غير بنيتي الجسمية صارت غير كان وزني زيادة عن اللازم يمكن يمكن لاحظوا في بعض الشباب بدايتا في الهايكل اللي هو في جبل الرابي كان وزني 92 الحين تقدر تقول 78 فهي إضافة أكيد ما في شك رياضة ممتعة رياضة تخلي معنوياتك دائما عالية متفائل مبتسم بالإضافة إلى يعني هي في الأخير وفي الأول أو في الأول والأخير هي رياضة صحيح فيها متعة تعيش اللحظات توصل أنت ممكن خلال الهايك هذا أو المسير الجبلي أو المسارات هاي توصل رسالة للعالم لأن أنت تستقطب مجموعة فئات فئة المواطنة الإماراتية الفئة العربية الفئة الأجنبية موجودين معا فأنت ممكن تكون حتى داعية صحيح من خلال الموضوع هذا الهايك يعني ترسل رسالة غير مباشرة ما تقولهم تعال أنا بدعيك شوفني أنا مسلم كمسلم لا من طريقة معاملتك من طريقة أخلاقك ردت فعلك مساعدتك غير مساعدتك اليوم ابتسامتك صحيح في وجه الناس يعطيهم انطباع أنك أنت رجل تمثل بلدك فعلا صحيح وإحنا نفتخر أنه مثل بلدنا طبعا في الأول نعم طيب كما ذكرت في البداية هناك صعوبات يمكن أن يمر فيها الشخص في هذه الرياضة نتكلم اليوم عن يعني موقف صعب صار لك في هذه الرياضة أو أحد المواقف اللي ما زال اليوم في ذهنك من التحاقك في رياضة المسير الجبلي والله يشوف أنا بالنسبة لي ما صارت لي أي مواجهة صعوبة يعني في المسار كوني أصلا أول شيء أنا إنسان رياضي نعم صحيح فما عندي أي مشكلة لكن صارت لنا يعني صعوبات لزملائنا يعني فمش في العضوية في الأعضاء لا الجمعة اللي يعدنا في الهاي صارت بعض الأمور لكن الحمد لله رب العالمين مو بذاك يعني الحدث اللي يستاهل أن الواحد يذكره صحيح لكن الحمد لله أمورنا بسيطة لأننا فريق متعاون أول شمد عدنا ما شاء الله دكتور عدنا دكتورة يعني دكتورين عدنا ممرضتين موجودات عدنا فريق متكامل متعاون متعاضد الحمد لله رب العالمين فما واجهتنا أمور زي هذه الحمد لله الحمد لله تنوعت في الرياضات سيد الحمد ما شاء الله عليكم نلعب كرة وبعدها تنقلت إلى أن وصلت اليوم إلى رياضي في مسير الجبلي الاختلاف بين هذه الرياضات كيف لاحظت التنوع بين هذه الرياضات الاختلاف مطلب رئيسي لمسيرتك كنت كشخص لازم تخوذ كل التجارب لكن أنا بداية يعني كنت لعب كرة زي ما أقلت لك في الفرقان قبل وفاعدين فرحنا طورنا إلى الأندية وكنت رياضي كنت أمارس بعد حتى ما طلعت من الفريق في نادي اتحاد كلبه استمرت في الرياضة كوني أني أنا أصران عسكري كنت سابقا فاستمرت في الرياضة في لعبي مع الكرة إلى أن جاءت الفرصة هذه اللي هي مسير الجبلي سبحان الله خطت التجربة وإن شاء الله تعالى الحين رح أبدأ إن شاء الله أخوض تجارب ثانية لأن المغامرات هاي تحت بند واسع كبير من الأشياء يعني عندك المغامرات المسير الجبلي عندك التسلق الجبلي عندك الدراجات عندك السباحة عندك الغوص يعني الخيول ركوب الخيل ركوب الهجن ففي رياضات كثيرة إن شاء الله رح نتطور تدريبا ما مستعجلين بدنا الله طيب الفوائد اللي يجنيها الشخص اليوم من الرياضات اللي نشوفها هناك يعني كما ذكرت ما شاء الله عدد كبير من الرياضات ودولتنا الحمد لله وخاصة حكومة الشرج داعمة لهذه الرياضات بشكل كبير وخاصة لهوات الرياضات فاليوم الفائد اللي يجنيها الشخص ممارسة والتنوع في هذه الرياضات والله أنا مستغرب من الناس اللي تقول أنا وين أروح في قتاعات تجرب خوض التجربة مجالات وايد عندنا طويل عمر الشخص الدكتور الشخص سلطان محمد القاسم يمون قصر وما مقصر في بناء حتى الأماكن اللي ممكن تتزاول فيها هذه الرياضة من صالات رياضية من أماكن في السباقات مراثون مراثون من مستبلات الخيول من أماكن يعني صراحة ما مقصر والحين على صدد إن شاء الله إن شاء مدينة رياضية كبيرة في مدينة كلبة وهذا اللي حسب علمي يعني فالجماعة ما مقصر إحنا اللي فينا قصور المفروض إحنا نخوض التجارب هذه مجالات كثيرة والله متعة متعة ولا بعدها متعة صحيح الحمد لله الحمد لله هناك ما شاء الله رياضات بحرية هناك رياضات جبلية هناك رياضات حتى في المدن داخل المدن فاليوم نشوف يعني هذه الرياضات وتوجه هذه الرياضات هناك ما شاء الله مختلف من هذه الرياضات وعالم كبير من الرياضات اليوم رايق في توجه الشباب إلى هذه الرياضات وإقبالهم كذلك على الرياضات اليوم شوف بالنسبة للرياضة أنا ليش قلت لك مطلب مهم جدا أول شيء للصحة صحيح كصحة يقول لك العقل السليم في الجسم السليم السليم فالرياضة مطلب مهم جدا بشتى أنواعها سواء كرة أو مسير أو جري أو مراثون سباحة والخيل طبعا أفضل أنواع الرياضات مذكورة حتى في السنة صحيح عليكم بركوب الخيل ويعني هذه كلها موجودة والحمد لله دولتنا نحن ما مقصرة فليش أنا ما أخوض تجربة زي هذه التجربة وبعدين ما شاء الله عندنا الإمارات السبع يمكن تقريبا كلها في هذه المجالات وكلها ما شاء الله مساهمة بشكل فعال في إيصال الرسالة يا جماعة الخير الرياضة مطلب مهم للناس كلها ويعاملين مراثونات زي هنا في كلبة كان في قبل فترة بسيطة اللي هو العشرة كيلو جماعة هنا في الشارقة اللي هو مجلس الشارقة الرياضي صراحة مساهم كبير جدا نشكرهم من هذا المنبر مجلس الشارقة الرياضي على مساهماتهم على تفاعلهم على تسويتهم المسارات اللي موجودة عندنا هنا مسار سد وادي الغيل عندك مسار جبل الرابي عندك الحين الجديد هذا المسار اللي هو في سد رفيصة لحد شسم استراحة السحب اللي خضناها قبل كم من يوم قبل يومين ثلاث تقريبا مسارات جميلة جدا فراس الخيمة في كل إمارات الدولة الحمد لله طيب نتحدث عن المغامرة اللي أخذتوها من يومين في مدينة خرفك كيف كانت تجربتكم والله جميلة جدا بس أنا المشكلة أني ما رحت هاي المسار هذا ما رحته نظرا اللي كان عندي شوية ظروف خاصة لكن أنا رحته سابقا المسار جدا جميل صعب شوي شوية ما بوايد يعني بالنسبة للرياضيين عادي يعني لكن بالنسبة للواحد اللي يأي أول مرة شوية يستصعب لأن كله طلوع المسار المسار تقريبا طوله ثلاثة كيلو ونص ورجعته ثلاثة كيلو ونص صعب شوية لكون أنه عالي شوية لكن جميل جدا منظم جدا مرتب جدا ما شاء الله في استراحات في يعني المسار مسواه طريقة جميلة جدا 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 يشكروا عليه الجماعة اللي يقاموا بهذا العمل الجبار صراحي إذا هم الله خير يعني يوم أستاذ محمد أنتوا ما شاء الله عليكم كرياضيين وصحاب اختصاص في هذا المجال وممارسين لهذه الرياضة كيف تقيسون مدى صعوبة وسهولة المسارات الجبالية حيث تتنسب مع المبتدئين أو لا تتتنسب معهم أو هذه خاصة لمحترفين أو خاصة لغير المحترفين أولا أننا نحسبها عن طريق أول شيء للمسافة مسافة المسار ثاني شيء اللي هي اللي هي الصعود أو الصعوبات اللي فيها إذا فيها صعود يعني فيها في المسار الصعود يكون تدريجي أو يكون حاد في عندنا صعود تدريجي وفيه يكون صعود حاد هاي طبعا تختلف من من شخص لشخص على حسب لياغته ثاني شيء تختلف من الجهات العمرية يعني الأطفال نحاول أن ما نوديهم مسارات اللي هي فيها صعود شوية زيادة عن اللازم لأنه صعب عليه جدا صحيح أيوة فنخليهم مثلا مسار أو مثلا في البوستر عندنا لما نذكر أول شيء المسار نحدد المسار مثلا اليوم المسار الفلاني في المكان الفلاني يعني مثلا جبل الرابي جبل الرابي صعب على الأطفال فما نوديهم ما نخليهم يعني يجوا نخوضوا التجربة هذه نوديهم مسار أبسط أقل يسمون المسار العادي بعدين فيه متوسط بعدين فيه صعب عرفتك عليه فتدريجيا تدريجيا فهذه تعطيك أيضا متعة يعني تجيب مثلا الطفل تجيب مسار صعب شوية يقول لك باكر ما بي صح صح فعلا أيوة صعب الموضوع يقول لك أنا ما بي أنا تعبت لكن ما توديه تدريجيا صحيح يتعود يحس بلذة يحس بمتعة فييجي مرة ثانية ثالثة ورابعة وهكذا فعلا طيب اليوم صلى الله محمد هذه المسارات الجبلية في المنطقة الشرقية كيف ساعدت على استقطاب الجمهور سياحة في المنطقة الشرقية والله يشوف المسارات هاي أنا يما خذت استغربت أن بلادي فيها مناظر كذا في بلادنا والله أنا رسالة أوجهها يعني مش أن أقول لكم لا تسافروا برع بس بلادنا فيها أشياء حلو جميلة جميلة جدا أنت ما تتوقعها يعني مثلا فيها أشياء مثلا الناس كيف كانت تقضي أيامها كيف كانوا يناموا وين كانوا يناموا كيف شكل الحياة اللي كانوا عايشينها يعني فعلا من آلاف السنين مش مئات السنين من آلاف السنين تكتشف أشياء أثرية جدا يعني في أماكن اكتشفنا في حصاعدنا كبيرة شفناها مكتوب عليها كلام لكن احنا ما فهمنا لما جينا احنا ما فهمين لكن عارفين أنه أنه هذي لها كانوا ساكنين في ناس ساكنين هنا وكانوا عايشين وكان لهم لغة معينة كان لهم كتابة معينة فسبحان الله ما كنا عارفين بعض الأودية احنا ما كنا عارفين لازال فيها ماء لحد الآن موجود فيها الماء يعني استغرام طبيعة الأودية هذه جميلة جدا فعلا جميلة يعني عندك جبل مثلا الوادي حنسمي قوس قزح يعني هذا لو شفت الوادي انت وشفت طبيعة الجبل تقول لي سبحان الله هذا عندنا الجبل مقسم سبحان الله ألوان سبحان الله عندك وادي مثلا وادي كوب وادي كوب أشكاله طبيعة شسمه زي الأكواب فيها ماء نعم عندك وادي الظاهر طبيعي يعني طب فيه أودية سبحان الله يعني تكتشفها تقولها عندي في البلد سبحان الله وتسهل عليك سبحان الله ممارستك لهذه الرياضات وتسهل عليك وأنت تستمتع تعيش اللحظة تعيش الحياة تعيش المتعة فعلا طيسة محمد كلمة أخيرة توجهها لمحبي الرياضات أو الأشخاص اللي يقبلون على مثل هذه الرياضات والله أنا أقول خسارة لما راح قبل أو ما جرب هذه التجربة أو ما أخذ هذه التجربة أتمنى أن الناس تسمعوا كلام أخوكم أبو عبد الله إن شاء الله يخوضوا هذه التجربة لأنها فعلا يعني تجربة ناجحة بكل المقاييس وحتى حتى عدنا في البلد الحمد لله المسؤولين يحثوا على هذه الرياضة صحيح الله يحفظهم جميعا وعبد الله شكري لك تواجدك معنا اليوم يعطيك العافية لما قدمت بهذه الفقرة وإن شاء الله كل التوفيق لك وإن شاء الله كذلك نشوفك في تنوع الرياضات الأخرى بإذن الله الله يزيكم خير وما قصرته بيض الله ويهكم وسامحونا على قصر مسموح ما قصرت السلام ساكر الله خير